ضربات اسرائيلية جديدة استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام السوري في ريف محافظة طرطوس الجنوبي ومناطق في ريف محافظة دمشق تتمركز فيها ميليشيات إيرانية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فأن القصف استهدف شحنة صواريخ في طرطوس أثناء اخراجها لنقلها إلى ميليشيا حزب الله اللبناني كما استهدف ضبطا إيرانيا وآخر سوريا أشرفا على عملية نقل السواريخ وزارة الدفاع النظام السوري أكدت بدورها الهجوم على مناطق في ريف محافظة طرطوس ومقتل ثلاثة عسكريين وإصابة ثلاثة آخرين في الهجوم فيما أعلنت كعادتها أنها تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين مؤشرات كبيرة يؤكدها مراقبون لإمكانية استغلال إيرانا لانشغال الروسي في أوكرانيا والفراغ الذي قد يحدث نتيجة تقلص وجودها العسكري وقوتها في سوريا للعمل على مواصلة استراتيجيتها القائمة على التوسع والتمدد أكثر على كامل الجغرافيا السورية وبالنظر إلى استراتيجية موسكو وتدخلها العسكري في سوريا ولكونها صاحبة قرار فيها يرى آخرون أنها لن تسمح لإيران بأن تأخذ أكثر من الدور المسموح والمراد لها في الملف السوري خاصة أن إيران تدرك أنها غير قادرة على الصدام مع روسيا أو التخلي عن دعمها العسكري أو السياسي خصوصا في ظل مفاوضات النووي الإيراني من ناحية أخرى فإن انشغال روسيا في حربها الأوكرانية سيطلق يد إسرائيل في استهداف المواقع الإيرانية أكثر وبشكل متسارع وهذا ما كان فعليا خلال الشهور الأخيرة إذ تنوعت الاستهدافات والغارات الإسرائيلية وبشكل أكثر كثافة من السابق